وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون تجميد أرصدة مصرفية لإنفصاليين أوكرانيين ورفض الوزراء الأوروبيون الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجراها الانفصاليون الأوكرانيون مؤخرا وقالت فدريكا موغيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي المناقشات الرئيسية اليوم تمحورت حول كيفية إعادة إطلاق الحوار علما أن روسيا التي هي جزء من المشكلة هي أيضا جزء من الحل المحتمل للأزمة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا أيضا إرسال بعثة استشارية أوروبية للأمن المدني إلى أوكرانيا من أجل مساعدة السلطات الأوكرانية في تحقيق الإصلاحات المدنية جيروش شاندور من يورو نيوز قابل رئيس البعثة الاستشارية الأوروبية كالمن ميجاي الذي قال البعثة الأوروبية لها مهمة إصلاحية واستشارية تضعها بتصرف الحكومة الأوكرانية لأجل مساعدتها على القيام بعملها الإصلاحي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا بوقف ثابت لإطلاق النار في شرق أوكرانيا كما طالبوا بانسحاب كل القوى غير الشرعية والأجنبية والمرتزقة وطالبوا بسحب الأليات العسكرية من المناطق الانفصالية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر